أهلا وسهلا مجددا بكم أعزائي طلاب الصف السابع وصلنا لتحليل قصيدة قلبي لغير هوى الأردن ما خفقا نأتي الآن يا سابع إلى قراءة البيت الأول وتحليله وهكذا قلبي لغير هوى الأردن ما خفقا وغير ربع الجباه السمر ما عشقا إذن يقول الشاعر أن قلبه لغير أي لسوى حب الأردن لم يخفق وغير ربع الجباه السمر ما عشقا من هم ربع الجباه السمر؟ قال أنه يتحدث هنا أنظر يا سابع يتحدث عن صفات الجيش الأردني إذن قوات المسلحة الأردنية يتحدث عن الجيش الأردني والقوات المسلحة الأردنية فيقول لم يعشق أو قلبي لا يخفق غير بحب الأردن ولم يعشق قلبي غير منتسبي القوات المسلحة إذن ربع الجباه هم منتسبي القوات المسلحة ونستطيع أن نقول الجيش الأردني الشرح يقول الشاعر أن قلبه لم يخفق لبلد آخر غير الأردن ولم يعشق شعبا كالشعب الأردني وخص منهم القوات المسلحة نذهب إذا البيت الثاني ولا أحبت عيوني مثل طلتهم على الرواب رماحا تنشر العبقة أحبت عيوني مثل طلتهم منهم تعود على البيت السابق ويؤكد فيقول الشاعر طبعا الرواب هي التلال مفردها رابية العبقة هي الرائحة الطيبة يقول ويكمل حديثه عن حبه لمنتسبي القوات المسلحة والشعب الأردني فيقول أنا معجب بوقوفهم على التلال كالرماح الفواحة في صورة فنية طبعا شبه الجنود بالرماح إذن أحبت ولم تحب عيوني أبدا مثل طلتهم أي وقوفهم ووجودهم على الرواب على التلال كالرماح هذه الرماح تنشر رائحة طيبة عطرة فهم لضا ما زال يتحدث عنهم في البيت الثالث فهم لضا اللضا هي اللهيب أو هو اللهيب الذي لا دخان له والشذا هي الرائحة الطيبة إذن هم لضا يصفهم صفاتهم هم لضا وشذا شمس ودالية هم كالشمس وهم كالدالية سبحان من جمع البارودة والحبقة سبحان يا سابع هون هي اسمه تعجب سماعي يعني نوعين نتعجب تعجب سماعي تعجب قياسي التعجب القياسي له وزن مثل أفعل بي وما أفعل التعجب السماعي يكون على السماعي سبحان الله ما شاء الله لله درك هذا تعجب سماعي سبحان من جمع البارودة والحبقة تخيلوا البارود والحبقة إذن هم لضا وشذا جمع بين اللهيب والرائحة الحطرة القوة والمرونة قد نقول أو القوة والدفء أو مثلا الحرارة المرتفعة والبرودة الجميلة يجمع بين صفتين يحاول أن يجمع بين صفتين اللضا واللهيب الشذا الرائحة العطرة الشمس الملتهبة والدالية التي تظلل سبحان من جمع البارودة والحبقة الحبق هو نبات طيبة الرائحة وهو الريحان ينس نأتي الآن يقول أن منتسب القوات المسلحة والشعب الأردني هم كالنار وكالنبات العطر فجمع هنا بين القوة والجمال يا نخلة العز الآن بدأ يتحدث عن قائد الأردن ومليكها جلالة الملك عبد الله الثاني فيقول يا نخلة العز سلوب نداء وشبه الملك كأنه نخلة شامحة يا نخلة العز شمس العز صاطعة أنت أيضا يا شمس أنت شمس عز هذه الشمس صاطعة مضيئة على ربوع الأردن التي أعطيتها الألقاء إذا أنت أعطيت هذه الربوع وهذا الأردن البريق واللمعان والجمال إذن يصف في هذا البيت جلالة الملك بأنه كالشمس وكالنخلة الشامحة فوق ربوع الوطن وهذا دلال على رفعته وشموخه حفظه الله ورعاه هناك صورة فنية شبه الشعر جلالة الملك بالشمس الصاطعة وبالنخلة الشامحة إذن أنت شمس صاطعة وأنت نخلة شامحة نذهب إلى البيت الخامس جعلتها أنت جعلتها التاء عائدة على الملك عبد الله الثاني جعلتها واحة خضراء دانية جعلتها أي من هي الربوع الأردن جعلتها واحة خضراء دانية قطوفها وتركت السيف ممتشق لقد جعلت الأردن واحة خضراء دانية أي متدلية متدلية قطوفها كما تددل قطوف العنب وتركت السيف ممتشق وتركت أيضا سيفك جاهزا للدفاع عن وطنه وقد شبه الأردن كأنه واحة خضراء إذن ما هو شرح البيت يكمل الشاعرون مدحو لجلالة الملك عبد الله وكيف أنه جعل الأردن واحة خضراء وأيضا أبقى سيفه ممتشقا أي جاهزا للقتال أبقى سيفه جاهزا للدفاع عن وطنه فمن أراد الشذا كنا أزاهره نحن الشعب الأردني من أراد الرائحة الطيبة والراحة والدفء والجمال كنا أزاهره كنا أزاهر هذا العطر ومن أراد أو كنا له أزاهرا ومن أراد الأذى كنا له الأرقى كنا له سبب عدم النوم والقلق الرعب من أراد الأذى لوطننا ولشعبنا كنا له أذى إذن من يبحث عن الرائحة الطيبة فنحن أزهار عطرة ومن أراد الأذى للأردن فسوف نسبب أعتذر فسوف نسبب له الأرقى ونسبب له الرعب في صورة فنية طبعا شبه الشعب الأردني بالأزهار العطرة وشبه الشعب الأردني بالأرق ومصدر القلق والنوم ونحن نحن سواء أمطرت ذهبا سماء وأوطاننا أو سدة الرمقى هناك تكرار للتأكيد نحن نحن نبقى كما نحن سواء سماء وطننا أو أوطاننا قد أمطرت ذهبا أي أننا عشنا في رغدوانها وهنا وترف أو أنها سدة الرمقى أي فقط أوجدت لنا حاجاتنا إذن نحن الشعب الأردني كما نحن سواء كنا أغنية أو فقراء سنبقى أبناء هذا البلد مهما كان ظروفه وسيبقى حبه في قلوبنا طبعا شبه المطر بالذهب أمطرت ذهبا السماء أو لا تمطر ذهبا إذن شبه الأمطار بالذهب نذهب إلى البيت الأخير فليس يجمعنا ما زال يتحدث عن الشعب الأردني إذن البيت الثالث من الأخير هنا إلى البيت الثامن اللي هو بيت السادس والسابع والثامن يتحدث عن الشعب الأردني صفاته هنا يتحدث عن الملك عبد الله الثاني وهنا يتحدث عن الشعب والجيش الأردني فليس يجمعنا خوفا ولا طمعا نحن لا يجمعنا الخوف والطمع ولا حتى الطمع لكنه العشق إذن ما يجمع الشعب الأردني هو حب الوطن فقط لا غير والدنيا لمن عشقها الدنيا ستكون لمن يعشقها إذن نحن نعشق وطننا وطننا هو لنا ونحن لا يجمعنا كشعب أردني إلا عشق الأردن وحبنا للأردن خلينا يا سابع انحل أسئلة المعجم والدلالة هاتب النص كلمة أو تركيب يناسب معنى كل مما يأتي مسلولا من غمده أي السيفة ممتشقة جاهز للقتال متدلية العناقيد والثمار دانية قطوفها جادت بما يعين على البقاء حيا أي سدت الرمق أي أوجدت فقط ما يعين على الحياة تدل عبارة ربع الجباه السمر في البيت الأول على الثبات والقوة فعلى ما تدل أمطرت ذهبا إذن ربع الجباه والسمر تعطيني دلالة على الثبات والقوة الجيش الثابت والقوي أمطرت ذهبا على ماذا تدل تدل على الوفرة الرزق الرغد العيش رغد العيش أعدي لأحد المعاجم وتعرف معنا كل من الكلمتين الآتياتين الأرق صاطعة الأرق هي الصعوبة في النوم صاطعة مضيئة لامعة ما مفرد رماح رمح قطوف قطف أو قطف أو طان وطن الروابي رابية نذهب إلى أسئلة الفهم والاستيعاب والتحليل من قصد الشاعر بربع الجباه السمر في البيت الأول منتسبي القوات المسلحة والشعب الأردني أيضا وصف الشاعر في البيت الثالث ربع الجباه السمر بصفات متقابلة فكيف تفسر ذلك؟ انظر عندما قال يامس لضا وشذا شمس ودالية الشمس حرارتها أو أشعتها تصلك أما الدالية تضللك والبرود والحبق اللضا والشذا على ما يده اليامس هذا فكيف نفسره؟ ان ربع الجباه السمر أشداء على الأعداء ومن يسالمهم هم دافئون أرقاء ما سبب إعجاب الشاعر بربع الجباه السمر كما ورد في البيت الثاني؟ أن دفاعهم عن أوطانهم عندما قال ولا أحبت عيوني مثل طلتهم على الروابئ الرماح أعتذر رماحا تنشر العبقة إذن دفاعهم عن وطنهم وعن حماه بما وصف الشاعر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في البيت الرابع وصفه شامخ عزيز بالنخلة والشمس الصادعة النخلة الشامخة والشمس الصادعة كيف أصبحت أرض الأردن تحت الحكم الهاشمي كما جاء في البيت الخامس؟ انظر جعلتها واحة خضراء دانية قطوفها وتركت السيف منتشقة كيف جعلها أو كيف أصبحت تحت الحكم أصبحت خصباء خصبا معطاء قوي بزنود أبنائه وجيشه يتضمن البيت السادس موقفين الأردنيين وضحهما من يسالمهم كان في أمان ودفء من عداهم كانوا له مصدر رعب وأرق هذا البيت الشري الذي تضمن كل فكرة حب الأردنيين لأردن لا يتغير بل هو دائم في كل حال هذا في البيت السابع عشق الأردن هو الذي يجمع الأردنيين واحدهم والبيت الأخير البيت الثامن هكذا نقول قد انتهينا من حل أسئلة الدرس يا سابع الحصة القادمة إن شاء الله لدينا قاعدة الأفعال الخمسة خليك متذكر الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة يعطيك العافية السابع ترجمة نانسي قنقر